اشتركوا في القناة سيارة لند كروزر VXR موديل 2014 كاملت المواصفات النسخة ذات محرك ثمانية سلندر ساعة 4.6 لتر قوة 304 حصان سيارة جاكور F-Type كوبي موديل 2014 محرك ستة سلندر ساعة 3 لتر سوبر شارج قوة 335 حصان سيارة أودي RS4 Avant ذات مواصفات قياسية موديل 2014 محرك ثمانية سلندر ساعة 4.2 لتر قوة 444 حصان سيارة مرسيدس C63 AMG مواصفات قياسية موديل 2014 محرك ثمانية سلندر ساعة 6.2 لتر قوة 457 حصان السيارات المستعملة سيارات السيدان سيارة لكزز LS460 موديل 2013 محرك ثمانية سلندر ساعة 4.6 لتر قوة 389 حصان سيارة BMW BMW 640 جران كوبي كاملة المواصفات موديل 2013 محرك ستة سلندر خطي ساعة 3 لتر تيربو قوة 320 حصان سيارة مايبخ 57S موديل 2004 محرك ثمانية سلندر ساعة 5.5 لتر تون تيربو قوة 559 حصان سيارات الدفع الرباعي SUV سيارة بورش كين S موديل 2013 محرك ثمانية سلندر ساعة 4.8 لتر قوة 400 حصان سيارة تويوتا لند كروزر VXR موديل 2014 بالمحرك الأقوى اللي هو ثمانية سلندر ساعة 5.7 لتر قوة 362 حصان السيارات الرياضية سيارة أودي RS5 موديل 2013 محرك ثمانية سلندر ساعة 4.2 لتر قوة 450 حصان سيارة مايبخ سيارة مايبخ سيارة جران توريزمو MC سترادال موديل 2010 محرك ثمانية سلندر ساعة 4.7 لتر قوة 444 حصان سيارة لمبرغيني غالاردو موديل 2005 محرك 10 سلندر ساعة 5 لتر قوة 500 حصان وهذه كانت أبرز سيارات الـ 290 ألف درهم إماراتي أما الحين شاركنا قائمة السيارات اللي تقدر تشتريها بهالمبلغ في بلدك في خانة التعليقات أسفل الحلقة أما لو ميزانيتك حول 300 ألف درهم إماراتي فتراينا في الحلقة الياية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر